6 أكتوبر بيمثل ذكرى عظيمة لكل المصريين ذكرى استرداد سينة من العدو الإسرائيلي بفضل بسالة وشجاعة أبطال قوات المسلحة اللي أقدموا أعظم ملحمة فيه التاريخ الحديث لمصر والوطن العربي كله خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الانتصار العظيم في حرب أكتوبر من الكاتب الصحفي الأستاذ عاطف عبدالغني اللي منورنا صباح الخير عليك يا أستاذ عاطف صباح الخير يا أستاذ عاطف وعلى السادة المشاهدين يا أهلا بحضركم كل سنة وحرك طيب بمناسبة المولي النبو الشري ومناسبة ذكرى النصر العظيم ومن حسن الطالع ويمن وسعد الطالع ويمن ويعني أنها تتزامن هذه الذكرى مع ميلاد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في البداية رئيس الراحل محمد أنور السادات اعتمد على خطة الخداع الاستراتيجي واعتمد على وزارات الإعلام والخارجية والدفاع طبعا عارفين دور وزارة الدفاع كان الدور الرئيسي في هذه المعركة لكن عايزين نتكلم مع حضرتك أكتر عن دور الإعلام في حرب أكتوب كان دور مهم جدا كان دور مهم جدا بس احنا يعني عايزين نقول أن هناك نوعين كان من الإعلام أو هو طبعا في الأول وفي الأخر هو كله إعلام مصري اشتغل في منظومة متكاملة كان فيه الإعلام المدني والإعلام الحربي إعلام الحربي خلينا نقول أنه كان له دور كبير جدا ومهم جدا في هذه المعركة سوف نتطرق إليه إن شاء الله أقول إن الإعلام المدني بقى نتمثل فيه وسائل الإعلام الصلبة في هذا الوقت الصحافة والإزاعة والتلفزيون هذه كانت وسائل الإعلام الموجودة في هذا الوقت كان هناك نقلة نوعية كبيرة جدا مع تولي الرئيس أنور السادات الحكم في مسألة الأداء الإعلامي وفي التجهيز لمعركة العبور العظيمة والانتصار العظيمة اللي حصل في 73 خلينا نقول أن ما سبق على هذه المرحلة أو ما سبق في المرحلة 67 قبلها وبعدها كان هناك تخطط كبير في أداء الإعلام كان هناك شبه انفصال بين الرسالة أو بين القادة السياسية والرسالة والأداء الفعل لهذه الرسالة كان الإعلام كان النظام الحاكم كان نظام الاتحاد الاشتراكي كان الاتحاد الاشتراكي كان موجود وبالتالي كان وكان هو اللي بيملك الإعلام وبسياره وبالتالي كان شبه صوت واحد بيسيطر على الإعلام كانت برضو مسائل الاختيار أهل السقة أكتر من أهل الخبرة كان سيطر على هذا في هذا التوقيت على الإعلام مسالب عديدة مش عايزين نترك إليها خلينا ننتقل سريعا إلى الإنجاز العظيم الذي مثله الإعلام المصري في التمهيد للمعركة سواء على الجبهة الداخلية أو الجبهة الخارجية بالتنسيق والتعاون والتعاون الكبير بين كل مؤسسات الدولة السياسية والدبلوماسية وغيرها كان هناك مهمة رئيسية ورئيسة للإعلام سواء الإعلام الحربي أو الإعلام المدني هو محاولة الخروج من آثار النكسة نكسة 67 وكانت آثار صعبة ووطأتها شديدة على المواطن والشعب المصري وأيضا حتى الجند المصري الذي لم يأخذ حظه ولم يحارب في 67 ده كان مهم جدا عادة بناء الجبهة الداخلية من خلال وزارة الإرشاد القومي اللي احنا بنقول على الإعلام بعد كده وبالتالي كان بدأ التمهيد كان هناك رسائل مهندسة الفجوة اللي كانت بين التوجه والقيادة السياسية وبين الإعلام اختفت أصبح هناك تعددية أصبح هناك صفحات الجرائد والمجلات أصبحت ذاخرة بين الكتاب بمقالات الكتاب لأنه كان الهدف واحد في الآخر يا سوزان الهدف كان واحد في الآخر طبعا كله كله بص شوف كان هناك بقى عمل علمي مدروس اللي احنا بنقول عليه وللستاد الرئيسة فتاح السياسة على طول بيأكد عليه كان هناك هدف واضح ورسالة واضحة وليس هناك فجوة بين الرسالة والأداء أو بين الهدف والأداء كان هناك تنصيق كامل كان هناك مش عايز أقول سيطرة على مخرجات الإعلام ولكن توجيه جيد جدا تم تنفيذه وصولا إلى التمهيد الكبير للمعركة من خلال خطة الخطاع الاستراتيجية وكان بيتم استخدام فيها طبعا العدو كان يعني عينه علينا على وسائل الإعلام بشكل كبير خلينا نقول كصحفيين وإعلاميين أي رسائل كان بتخرج من مصر للعدو في هذا التوقيت أي رسائل إعلامية كانت بتخرج من مصر للعدو في هذا التوقيت احنا كانت رسائل بشكل كبير يعني موجهة للداخل أكتر من أننا كنا موجهين للعدو لكن كان وسائل الإعلام الأجنبية كان عينها كبيرة على أو عينها كبيرة على منطقة الشرق الأوسط وعلى الصراع العرب الإسرائيلي وكان عضية الشرق الأوسط وازمة الشرق الأوسط ليست فقط مصر محلي أو إقليم ولكن كانت مصر دولي وكان هناك حرق سياسي كبير في هذا الوقت حالة اللاسلم والحرب اللي كنا بنعيشها الحرب الاستنزاف أو حرب الألف يوم كما سمها العدو الإسرائيلي مبادرة روجرز يعني التمويه على أننا رحين للي عايزين نعمل مبادرة ونقبل بالأمر الواقع وده مش حقيقي يعني كنا يعني كنا كانت نبرة هادئة كان التركيز على الجابة الداخلية زي ما قلت بشكل كبير جدا رفع المعنويات والشعب المصري والتركيز على الجندي المصري اللي هو كان موجود على القناة لمدة طويلة وكان موجود في الخنادي وكان بيستعد وكان تغيير النوع اللي حدث كمان في تركيبة العسكرية المصرية في هذا الوقت سواء على مستوى الفرد أو مستوى المعدة مستوى الفرد تم تأهيل الفرد أو تم كمان الاستعانة بالجنود والضباط والمتعلمين تعليم عالي على مستوى المعدة تم تأهيل الجيش المصري أو معداته أو أسلحته طيب قبل ما نتكلم بس ونخوض في إعادة التأهيل عايزين نرجع مرة تانية بس الإعلام الحربي والمراسل الحربي في هذا التوقيت كانت مهمة صعبة للغاية لكن كانت مهمة مهمة في هذا التوقيت طبعا طبعا برضو أرجع وأقول أن الإعلام الحربي هو نوع من أنواع الإعلام تابع للقوات المسلحة كان هناك مجلة النصر على ما أعتقد كان يمكن في الوقت ده كان مجلة النصر أو كان في مجلة قبلها مجلة الحربية بين أو بعد مجلة النصر كانت بتقوم بدور مهم جدا في أنها متوجهة بالأساس كمان للجيش فكانت بتقوم بدور كبير جدا أنها ترفع من الحالة المعنوية للجندي والمواطن المصري والشعب المصري طبعا طبعا طيب إحنا كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن اختيار توقيت الحرب وإزاي كان اختيار التوقيت عامل مهم ومن أهم عوامل النصر في حرب أكتوبر كان يعني خلينا ده ده سؤال مهم جدا ومسألة مهمة جدا ويخش في مسألة خطة الاختار الاستراتيجية الرائعة والعظيمة التي لم تأخذ حقها حتى الآن في الإعلام ولما يتم التركيز عليها سواء إعلاميا أو دراميا إلى هذه الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه خلينا نقول أن هذا التوقيت الحرب يبدأ بالسنة سنة الحرب نفسها أن منذ أن تولى السيد الرئيس الراحل الزعيم صاحب القرار العظيم أنور السادات المهمة أو خلفا سابقه الرئيس جمال عبد الناصر زعيم مراحل جمال عبد الناصر بدأ الحديث عن عام الحسم عام الحسم 71 تأخر عام الحسم 72 تأخر عام الحسم لدرجة أن تخرجت بعض النقات تسخر من هذا القول تحديدا يعني 73 كان القرار مهم جدا أن يتخذوا في هذا التوقيت وكان استعدنا على كل الأوجه ثم نأتي من التوقيت العام يعني إلى توقيت الاختيار اليوم اليوم هو كان يوم سبت يوم الاحتفال بعيد كيبور في الإسرائيل هذا العيد اللي هما بيبقوا أجازة ما حدش فيه عيد ديني عيد ديني وبالتالي هما الإسرائيليين أو اليهود ما بيملوش فيه أي نشاط حسب تعليمهم الدينية ثم اختيار التوقيت اللي هو في اليوم نفسه ساعة اتنين ظهرا احنا عادة الحروب تندلع يا معا أول ضوء يا معا آخر ضوء لكن أنك أنت تختار ساعة اتنين ظهرا والشمس في عينك أو في عيون الجنود أو غيره طبعا كل هذه يعني التوقيت العام ثم اليوم ثم الساعة كان مهم جدا هذا التوقيت كان له سرية كبيرة جدا يا سيد محمد لدرجة أنك أنت حتى الإعلام الحربي والإعلام المدني لم يعرف أحد ساعة القتال يعني أو هذا التوقيت حفاظا على السرية الكبيرة اللي كان بيخطط لها المخطط الاستراتيجي وبالتالي يمكن ساعات الأولى من الحرب أو غيره ما متأل ما صورناش ما صورناش فيها العبور العظيم بما يليق به الحدث يعني واعتمدنا برضو إلى حد كبير على الصور اللي جاي لنا من المرسل الحربين الأجانب وما ينشر في الصحافة العالمية وده كان مهم جدا في خطة الخداع الاستراتيجي بالنسبة للتوقيت طيب ده عظيم جدا عايزيني تكلم حدك عن الدروس المستفادة من هذه الحرب لا دروس وأهمية أن الأجيال الحالية تعرف أجدادهم وآبائهم صنوعي شوف مهما قلنا ومهما قلنا شفويا ومهما قلنا نظريا مش هيبقى على قدر الحدث هذا الحدث هو حدث جلل وعظيم وفارق في التاريخ المصري والتاريخ العربي والتاريخ العالمي حرب أكتوبر على مستوى العسكرية العالمية غيرت مفاهيم كثيرة جدا في بعض النظريات العسكرية غيرت مفاهيم حتى عند حلف الناتو يعني في غيرت في نظرية اللي هي بتاع الدفاع المتحرك اللي احنا اعتمدنا عليها في الهجوم على خط برليف هذه النظرية تم اعتمادها بعد كده في حلف الناتو أخذتها عن العسكرية المصرية على سبيل المنسال يعني على المستوى العسكري على المستوى العام يعني هذه الحرب كانت زي ما قلنا فارقة وكان درس مهم جدا كيف تعبر من الهزيمة إلى النصر كيف تعبر من اليأس إلى الرجاء كيف يعني تحول أحزانك وتحول انكساراتك إلى انصار عظيم يتحقق على أرض الواقع هذا هو الدرس المهم جدا اللي بتقدمه حرب أكتوبر للأجيال الحالية وللوقت الحالي اللي احنا ما نكون فيه إلى العمل العمل المنظم والعمل المخطط والعمل المدروس على أسس علمية وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس سواء في الندوة التسقفية في كلماته التي ألقى في الندوة التسقفية 36 قاتل مسلحة أو ما أكد عليه بالأمس في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سيد عاطف عبدالغاني الكاتب الصحفي بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا